الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زاكي بتوجهة من الرئيس السيسي المعدات المصرية تواصل إزالة أنقاض المنازل المهدمة بغزة تمهيداً لإعادة الإعمار بايدن يؤكد أنه سيجدد التزام واشتون بحماية حلفائها خلال قمة النيتو في بروكسل الرابع صباحاً الثانية بتوقيت جناني الشموكة الإخبارية أتيكم من القاهرة أهلاً بكم استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زاكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صرح بذلك السفير بسام راضي متحدث ورسمي باسم رئاسة الجمهورية تنفيذاً لتوجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل المعدات الهندسية والأدقم الفنية المصرية عملها في إزالة الأنقاض وركام المنازل والأبراج المهدمة والمتضررة في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة يأتي ذلك في ضوء ما أعلنه الرئيس السيسي من التزام مصر بسرعة تحسين الأوضاع المعاشية لسكان القطاع ننقلت وكاة الأنباء الأردنية عن مدرية الأمن العام إعلانها إصابة أربعة من صفوف القوى الأمنية التي تتعامل مع أعمال الشغب في رواء نعور قال الناطق الإعلامية باسم مدرية الأمن العام إن قوة الأمنية تتعاملت مع أعمال شغب وإحراق مركبات وأطلاق عارات نارية في الهواء قام بها مجموعة من الأشخاص في منطقة نعور أعلنت التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي سقوط صاروخ في محيط مركز بغداد للدعم الدبلوماسي بالعاصمة العراقية بغداد وقال العقيد واين ماروتو المتحدث باسم التحالف على تويتر إن الحادث لم يسفر عنه إصابات مشيرا إلى البدء في تحقيق شامل لمتابعة منفذي وضف أن كل هجوم ضد الحكومة العراقية وإقليم كردستان والتحالف يقود سلطة المؤسسات العراقية والسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون زعماء دول مجموعة السبع إلى الالتزام بتطعيم العالم بأسره ضد فيروس كورونا قبل نهاية 2022 قال جونسون في بيان إن تحصين العالم بنهاية العام المقبل سيكون أكبر إنجاز منفرد في تاريخ الطب داعيا زعماء مجموعة السبع إلى الانضمام لحملة القضاء على هدى الوباء والتعهد بعدم سماح بتكرار المآسي التي أحدثها فيروس كورونا أعلن رئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيجدد تأكيد في قمة النيتو على الالتزام واشنطن الثابت بالمدى الخامسة من معاهدة شمال الأطلسي والتي تنص على رد جماعي على أي هجوم على أي دولة عضو بالحلف وفي مقال نشره أو نشر بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية قال بايدن أنه سيعيد في بروكسل التأكيد على الالتزام الولايات المتحدة الذي لا يتزعزع بدعم الحلفاء في مواجهة أي تحديات بما في ذلك تهديدات الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الحيوية وأضف أنه سيلتقي برئيس المفوضي الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي لمناقشة كيفية عمل الولايات المتحدة وأوروبا بتنسيق وثيق بشأن التحديات العالمية دعا الرئيس السابق دونالد ترامب الجمهورين إلى دعم المرشحين الذين يشاركونه قيمه في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل جاء ذلك في كلمة ألقاها ترامب بولاية نورت كارولاينا حيث أول ظهور له في تجمع انتخابي منذ ترك منصبه في يناير وتعهد رئيس الجمهوري السابق بدعم الحملة الانتخابية لحلفائه في معرقة العام المقبل للسيطرة على الكونغرس قائلا أن بقاء أمريكا يعتمد على انتخاب الجمهوريين على كل المستويات بدءا من انتخابات التجديد النصفي العام المقبل وقدت في إيران أول منظر بين المرشحين الانتخابات الرئاسية السبعة وتركزت مدخلات المرشحين على الموضوعات الاقتصادية وعرض المرشحون وجهة نظرهم في كيفية انقاذ الاقتصاد الإيراني المتضرر من العقوبات الأمريكية نهاية الموجز والمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على انترنت extranews.tv كما يمكنكم المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب شكرا لكم على حسن المتابعة اشتركوا في القناة